موسيقى 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 اثنين موسيقى موسيقى اثنين العين مهمة قوي أن الأكل يبقى مرصوص حلو ألوانه كويسة ده من الحاجات اللي بتعالي الأكسيتوسن ده بالنسبة للأكل يعني أقول لكم التبسل سريعة الأول آه قوللنا بقى التبسل سريعة وقوللنا عندك برضو تقوللنا إيه الحاجات اللي هي اللي بتخلينا نخس يعني إزاي نمشي في الموضوع بأن إحنا نخس مع هرمون السعيدة أو هرمون الحب هقول لكم طبعا الأول أنا عاملة حاجات بسيطة جدا يعني حاجات عشان الناس بقت خلاص ما عندهاش وقت تعمل تطبخ كتير وكده طبعا اللي عنده ده تبقى يعني ده ميزة كويسة قوي لأنه الكوكينج أو البايكينج أو اللي هو الطبخ ده من الحاجات اللي بتخلي الواحد يتريليس السترس أو بتقالي السترس لفل عنده وبالتالي بتخليه مبسوط اللي أنا بيعملي استرس لما عمل بايكينج فعلا إن شاء الله خبطة في المطبخ وكده آه آه الله خبطة بس دلوقتي بقى في حاجات جاهزة أورادي زي اللي انت هتعمليها كده طب نسيش رحلنا بقى عشان ناس المهاردة تحتفل بالفالنتاين بحاجات خفيفة هي حاجات صحية وفي نفس الوقت جاهزة وسهلة فموز بس ده بقطعه طبعا بقطعه الساعتها ممكن مثلا كيوي أنا بختار دايما الفكهة اللي هي بتاعة الموسم لأن دايما فكهة الموسم هي مفيدة في الوقت بتاعه يعني دايما ما كلش الحاجة مش في الموسم بتاعها ما تكونش مثلا اللي هي صوب أو متخزنة أو كده بالعكس يعني هو ربنا عمل الحاجات في الموسم بتاعتها لأنه ده الفايدة بتاعتها أحسن الحرنكش ده الناس بتنساه هو بيتلعبه وقت صغير قوي وأنا ما صدقت لقيته لأنه anti-oxidant ده يعني حاجة طبيعية إحنا أولاد دلوقتي ما يعرفوش الحرنكش إحنا زمان كان بيبقى قدام المدرسة وفي الأماكن كده دلوقتي ما بقاش فيه كتير ما بقاش حد بيتم يجيب حاجات واللي هي بتنزل سيزون زي مثلا الجزر الأحمر مثلا بينزل فترة صغيرة بس مهم قوي أنا عرف الولاد الحاجات دي اللي في دلوقتي الفول الحراتي برضو بيتلع فترة صغيرة وبرضو جميل وبرضو جميل ومفيد جدا جدا فأنا جايبة ده حرنكش ده يا سيدي بسكوت مملح لأنه من الحاجات اللي بتعلي السعادة إنه إحنا ناخد حاجة sweet and sour أو حاجة حد أو حلوة في نفس الوقت زي الأكلات الشينيز والحاجات دي بتعمل satisfaction كتير يعني بتخلينا يعني في حالة ردة أكتر من الأكل يعني ده بقى وافل عجينة وافل جهزة أنا قطعتها بس لشكل دوائر عش تبقى صغيرة ده بسكوت ده كيكة عاملها عادية كيكة بالفراولة وقطعتها بس بالقطع على شكل هارتس يعني شكلها كده شكلها جميل جدا أوكي ودي فراولة عاملالها ديبينج في صاص أو لو عايزة أقدمها لوحدها ومارش مالو عاملها بقى اللصوصات دي اللصوصات دي ممكن تقولها سريعا كده عاملها ازاي ولا مش تريها جهزة لا عاملها دي شوكولاتة سيحتها على النار عملتها حمام يعني بخار وسيحت على النار دوان فراستنج بيتباع يعني باودر كده وبحط عليه ميا تمام وده صاص فراولة من اللي هو الحاجات اللي هي بتتحط على البانكيكس والحاجات دي وموز واي فاكهة بقى انت تحبيها يعني فهي فكرة يعني تدي شكل حلو ان انت عاملة مجهود لحد ما قدمي له حاجة جديدة وما تعطيش يعني فيها مع وردة مع اي حاجة كده مدلطي ساتنج زاريف يعني طيب تقول لنا بقى قبل ما ندخل على الفقرة الجاية والفقرة الجاية انت برضو معنا تقول لنا بقى تيبس للمشاهدين السريعة بتاعتك تيبس السريعة اول حاجة انا دايما بقول عن الرياضة لان الرياضة مهمة جدا جدا ان انا اعمل كونكشن بيني وبين حد يعني ابقى لما اكلم مع حد ابصله يعني اعمل اسأله عن صحته اسأله عن اخباره حتى لو انا مش مهتمة مجرد ان انا اسأله ده بيعمل زي علاقة بيني وبينه من الحاجات اللي اكتشفوا انها مهمة جدا وبالتساعدنا ان انا اساعد حد يعني انا ما دي فلوس لحد او اطلع لحد او احل لحد ازمة واشوف فعنينه راضي او مبسوط بتعمل رضا للواحد بالزبط كده فانا حتى مستنيش لما اطلع صدقه ولا كده لا انا اي حد يعني اقدر افيده وعيني هسا هاخدمه او احسلله مشكلة صغيرة في طريقي ما يعني اعملها لان ده هيأثر علي اكتر ما هيأثر علي فما فيش احلم ان انا اعمل مكهود لحد اشوف ناتجته طبعا الكادلينج بقى او ان انا عود مع ولادي قضي معهم وقت غير وقت المذاكرة ووقت التبعي اه لا غير وقت اخفر وقت نرغي مع بعض ناكل مع بعض نعمل اكتيفيتي مع بعض حاجة مشتركة مع شريك حياتي طبعا لو عندي زي ما بقولك بقى قطة او كلب او حاجة في البيت وبرعيها لو زرعها ومثلا بقضي وقت بنظفها بعمل لها كل دي حاجات بتزود الاكسيتوسن جدا يعني وبتخليني زي ما بقولك بدل ما انا ألجأ ان انا بقى مبسوطة بأكل دي حاجات تانية تشغلني وفي نفس الوقت تبسطني اسألك سؤال اخير قبل ما نطلع عن الفاصل بما انك بتتكلمي عن الباتس وكده الباتس تأثيرها ايه يعني على الولاد مثلا بتعمل كونكشن حلو بتعمل كونكشن حلو عشان في اهلي مثلا بترفو تجيب باتس او كده بغض النظر عن ان هما ينظفوهم او لا او الحتة دي هو مجهود طبعا بس دوت بيأثر فعلا على شخصية الاطفال او شخصية البنية طبعا بيعوضوا جزء لطيف وبيبقى فيها زي ان هما بيقدروا يلمسوهم اكتر يعني عموما لقوا التلامس ما بين الانسان والحيوان من الحاجات اللي بتحسن اولا ادراكه بالنسبة الاطفال عشان كده مثلا الاطفال اللي عندها اوتزم او عندها مشاكل شوية اموشنل وجود يعني حيوان في البيت اوتة كلب حتى لو عصفورة حتى لو حاجة يعني صغيرة سمك ده بيحسن قوي قوي الادراك بتاعهم وبيحسن حلو نتكلم في الحتة برضو بتاعة اللايف ستايل والاوتزم في حلقة تانية ان شاء الله بإذن الله مفيش حاجة تانية هاتو يا المشاهدين نطلع فاصل اوكي نطلع فاصل وهنرجعلكم تاني برضو معي يا رحب محمد واعرفكم بالدفل اللي جاي ان شاء الله